بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في مادة حيوانات اللبن كنا استطرقنا في الحلقة الماضية عن الأهمية الاقتصادية لحيوانات اللبن ثم تحدثنا عن معوقات تنمية إنتاج اللبن عندي في مصر إن شاء الله النهاردة سوف نتحدث عن سلالات ماشية اللبن يعني إيه كلمة سلالة لماشية اللبن وطالما قلنا بنقول ماشية اللبن إذن هنا بنقول أو بنتحدث عن الأبقار اللي هي موجودة عندنا سواء كانت أبقار أجنبية لإنتاج اللبن أو الأبقار المصرية لإنتاج اللبن إذن كلمة ماشية اللبن عبارة عن الأبقار بصفة عامة أبقار أجنبية أو الأبقار المحلية اللي هي موجودة عندي فسلالات ماشية اللبن مشأت عندي سلالتين من ماشية اللبن أي في مكان استنباط هذه السلولات لماشية اللبن في عند سلولات ماشية اللبن نشأت في أوروبا هذه السلولات زي الجيرسي أو الجيرنس أو الإيرشاير أو الفريزيان أو البراون سويس أو السويسلي البوني دول نشأه في ألمانيا في ماشية أيضا نشأت في أسيا زي ماشية الريدي سيندي والساحب وال اللي هي نشأت في الهند انتقرت هذه الماشية الى امريكا وحدث استنباط واستحداث وتهجين لهذه السلالات الى ان تم الى الوصول الى حيوان لبن اسمه الهولوشتين او الهولستين هذا الحيوان مرتفع جدا في الكفاءة الانتاجية لهذا الحيوان وما نتحدث هنا على الكفاءة الانتاجية يعني كفاءة انتاج هذا الحيوان من اللبن هذا الحيوان بتديني كم تن لبن بتديني حوالي من اربعة الى خمسة الى ستة تن لبن ده المتوسط انتاج اللبن بهازا الحيوان لكن فيه عندي ما شيء زي الفريزيان بتديني من تلاتة الى اربعة تن ماشية المصرية او الاقصام لابكار المصرية هي موجودة عندي في مصر بتعطيني حوالي من الف ومتين الى الف وتممية كيلو جرام خلال العام لكن الجموس بيديني من 1800 إلى 2000 كيلو جرام لبن على مدار هذا العام هنستطرق مع بعض النهاردة ونشوف أنواع الأبكار دي أو أنواع السلالات دي نسبة لهذه الأبكار وأماكن تواجدها وهي استنبتت هذه السلالات من الحد أو هذه السلالات دخلت عندنا في مصر وحصل تحديث أو تهجيل للحيوانات اللبن المصرية عن طريق أن نرفع الكفاءة الانتاجية لهذه الحيوانات فأول ما نستطرق هنعرف سلالات ماشية اللبن بس قبل ما نعرف سلالات ماشية اللبن نشوف منشأ الأبكار المصرية اللي هي موجودة عندي الأبكار المصرية اللي موجودة عندي نشأت هذه الأبكار من اختلاط الماشية الهندية بالماشية الأوروبية والماشية الأفريقية فمنها الدمياطي ثم البحاري ثم البلدي اللي هي الملوفي ثم الصعيدي ثم الصحراوي اما نجي عند الابكار المصرية او المشاية المصرية او الابكار المحلية بنقول على هذه الابكار اسمها اكسام ليه بقول عليها اكسام حسب الموقع الجغرافي التي تربت او نشأت او تواجدت فيه هذا النوع او هذا القسم بقول عندي فيه الدمياطي فيه عندي البلدي فيه عندي الملوفي فيه عندي الصحراوي فيه عندي الابكار اللي هي موجودة بصفة عامة دية حدث لها اماكن في اماكن تواجدها تقسيم جغرافي عشان كده ابكار الصحراوي بتختلف عن الابكار الدمياطي بتختلف عن الابكار اللي هي البلدي كل نوع من هذه الابكار لغ صفات شكلية وصفات انتاجية وتلما تحدثنا عن صفات شكلية وصفات انتاجية من الصفاتين دول ان انا بقدر اميز هذا الحيوان انا بميز حيوان اللبن او ماشية اللبن بصفة عامة عن طريق صفات شكلية لهذا الحيوان وكلمة صفات شكلية اللون الكروض شكل الجسم ارتفاع الجسم دي كلها اسمها صفات شكلية هل هو ابيض مبقع بالاحمر او اسوء مبقع بالابيض او لونه اصفر فاتح او لونه اصفر غام دي كلها اسمها صفات شكلية اي صفات وصفية من خلالها اقدر اميز حيوان اللبن لكن في صفة تانية اخرى من ضمن الصفات اللي هي موجودة لحيوان اللبن وهي الصفات الانتاجية يعني ايه صفات انتاجية هالحيوان ده هو عندي الموجود عندي بيعطيني كم كيلو لبن يبقى دي اسمها صفة انتاجية لكن الصفة الشكلية بوصف شكل الحيوان بميز شكل الحيوان من الخارج لكن الصفاتين الصفات الوصفية والصفات الكمية اللي اتنم مع بعضيهم بقدر بميز اقول او ده عمدي ده حيوان مربح في انتاجه من اللبن يبقى من خلال الصفاتين الشكلية والصفة الانتاجية يبقى ازا دول الصفاتين اللي من خلالهم بميز حيوان اللبن بصفة عامة فالأبكار المصرية نشأة من مشيات الهندية والأوروبية والأفريقية والأبكار المحلية بدأ عند فيه تقسيم تقسيم جغرافي حسب الموطن الجغرافي أو المكان الجغرافي اللي هي موجود وكل نوع من هذه الأبكار بيتميز بصفات معينة زي الأبكار اللي هي الصحراوي أو الأبكار اللي هي الصعيدي بتتميز بإيه؟ بيوجود فيها سنام أعلى منطقة الكاتف زي أن موجود فيها اللبب أسفل الضقن أو أسفل مقدمة صدر هذا الحوام وبتختلف عن الأبكار الدميوات الجموس المصري مشأ هذا الجموس من الجموس الهندي اللي هو جموس وحشي تم استئماسه وتم انتشاره في هذا المكان وتم استنبط منه الجموس اللي هو المصري اللي هو يعتبر مصدر أساسي لإنتاج اللبب عندنا في مصر لكن سلالات ماشية اللبب بدأت أخش في تخصص لهذه السلالات يعني إيه كلمة سلالة؟ ما فيش أي حيوان أقدر أطلق عليه أن ده يعتبر سلالة لو أنا ميزت أو طبقت السلالة بالصفات الشكلية والصفات الإنتاجية لهذا الحيوان فتعريف السلالة عبارة عن مجموعة من الحيوانات بتنحدر من أصل واحد يبقى من عيلة واحدة يبقى لها تركيب وراسي واحد بتتشابه في معظم هذه الصفات في صفات وراسية واحدة هذه الصفة أو هذه السلالة تكونت بفعل الإنسان عن طريق عملية التزاوج والتحسين والانتخاب والتهجين بين السلالات إلى أن تم إلى استنباط سلالة بتتميز في صفات شكلية وتتميز في صفات إنتاجية عن باقي السلالات الأخرى اللي هي موجودة يبقى أنا ما أقدرش أقول أن دي عندي سلالة اللي إذا ميزت الصفات الشكلية والصفات الإنتاجية ومتبقطها لنوع هذه السلالة أو لمنشأ السلالة يبقى سلالة من عيلة واحدة زي الفريزية زي الهولوشتايل زي الجيرسي زي الإيرشاير دي كلها اسمها سلالات ماشية اللبن وما جاء أسم هذه السلالات هأسمها حسب طريقة الاستعمال للسلالة أو طريقة إنتاج الحيوانات من إنتاج اللبن لهذه السلالة لأن كل سلالة بتختلف عن الأخرى في صفات شكلية وصفات إنتاجية فتقسم سلالات ماشية اللبن حسب درجة نقاوة هذه السلالة إما ما أقول هنا سلالة يبقى سلالة بتحمل تركيب وراسي معايد أقول زي سلالة الفريزية أقول زي سلالة الهولوشتايل أقول زي سلالة الجيرسي يبقى لها صفات شكلية وصفات إنتاجية دي من ضمن درجة إنشاء أو درجة وظيفة السلالة أو اللي هي تكونت بفعل محة النقاوة في عندي سلالة نقية في عندي سلالة غير نقية في عندي سلالة خليطة في عندي سلالة فرزة طب النوع التامي حسب درجة النقاوة أقول إيه في عندي طبقة للاستعمال يبقى أنا ما بقسم سلالة ماشية اللبن بقسمها حسب نوع إيه درجة النقاوة وحسب طريقة الاستعمال لهذه السلالة من حيث درجة النقاوة عندي حيوانات فرزة حيوانات نقية حيوانات غير نقية في عندي حيوانات مختلطة هذه الحيوانات بتمثل جزء من داخل درجة نقاوة للنوع يعني في عندي أبكار محلية دلوتي حاليا ما أقدرش أقول عليها أن أبكار محلية أصيلة في صفاتها الوراثية لكن حصل عملية تزاوج وحصل عملية انتخاب بين الأبكار المصرية اللي هي موجودة عندي مع الحيوانات اللي هي المصرية الموجودة اللي هي اللي احنا عارفينها اللي هي صفات لون أصفر موجود فحصل تزاوج بين هذه السلالة يبقى في اللحظة دي السلالة دي بقيتش سلالة نقية ولا أقدر أقول عليها أنها فرزة ولا أقدر أقول عليها أنها أبكار مصرية أو أبكار محلية لكن لو قسمت السلالة تبقى لدرجة الاستعمال في عندي ماشية لبن أصيلة في إنتاج اللبن يعني متخصصة في إنتاج اللبن مثل الهولوشتاين أو الفرزة في عندي ماشية سنائية الغرض طالما استطرقنا كلمة سنائية الغرض يبقى الماشية دي يجوز فيها أنها بتعطيني إنتاج عالي من اللبن وفي نفس الوقت فيها إنتاج عالي من اللحم وإنتاجها عالي من اللحم بيغطي مع إنتاج العالي من اللبن إذن دي متميزة عن السلالات اللي هي الأصيلة في إنتاج اللبن إذن تكونها الجسماني بيكون أسقل أو بيكون أكبر حجما في سواء كان الولادات الصغيرة أو في الأمهات أو في العجلات مقارنة بالماشية الأصيلة زي الهولوشتاين أو زي الفريزيا السلالة المقية يعني إيه السلالة المقية بيطلق على هذا النوع اللفظ السلالة المقية على الحيوانات التي أنا أقدر أتتبع الأسلاف بتاعت هذه السلالة يعني أقدر أتتبع الجدود أتتبع الأبناء الإبن ثم الإبن ثم الإبن ثم الإبن يعني أقدر أتبع منشأ هذه السلالة في اللحظة دي بقدر أقول عليها سلالة مقية بقدر أتبع هذه السلالة من خلال إيه؟ من خلال السجلات اللي هي موجودة عندي في داخل المزرعة نفترض أن أنا جبت سلالة من اللي هي الفريزيان يبقى ما أجل أزوج برضو سلالة الفريزيان يبقى ما أزوجها بذكور فريزيان في اللحظة دي بقول عليها سلالة مقية بقول مثلا البقرة دي تركب 200 يبقى الطلوقة رقب مثلا واحد يبقى الابن اللي هو ناتج سواء كان بنت أو سواء كان ذكر بقول واحد على متين واحد على متين خلال حوالي سنتين أو سنتين ونص أو 18 شهر هيبقى أم يبقى إذن في اللحظة دي هذه الحيوان هيعيد دورة إنتاجه من اللبن يبقى أنا أقدر أتتبع هذا النتاج أو هذه السلالة أن أقول عليها سلالة مقية ما أقولش عليها سلالة فرزة لأنها تنتمي إلى نوع معين زي نوع الفريزيان أو تنتمي إلى نوع معين زي نوع الهولشتاين أو الهولستاين حسب ما تنتق الهولشتاين أو الهولستاين فيه سلالات زي جيرسي فيه سلالات تانية زي دي كلها سلالات يبقى أنا ديت سلالات مقية في إنتاج اللبن لكن أنا لو زوجت بين سلالة مقية زي مثلا الهولشتاين مع حيوان آخر تاني في اللحظة دي حصل عملية تهجيل للسلالة أصبحت سلالة غير نقية إنها لا تنتمي إلى النوع يبقى سلالة نقية يبقى تنتمي إلى نوع معين أو تركيب وراثي معين ومسجلة في سجلات النوع طيب السلالة الغير نقية سلالة الغير نقية إنه بلاحظها إنه في معظم هذا الحيوان إنه بينحضر فيه صفاته وراثية أو في التركيبة الوراثية اللي هي موجودة عنده يبقى أنا عندي فيه ناعلتين فيه عيلة مثلا ألف وفيه عيلة به نفترض إنه عيلة ألف دي عيلة نقية وعيلة به عيلة نقية أنا عايزة أزوج بين الاتنين يعني عايزة أزوج بين هذا الحيوانين يبقى في اللحظة دي تسمعها سلالة غير نقية اللي هو الجيل اللي هو هينتج من هذه الحيوان يبقى جيل غير مقي لا ينتمي إلى سجلات النوع يعني مش متخصص فيه أو زاد تركيب ورصية في الفريزيان أو زاد تركيب ورصية في الهولوشتاين أو أي نوع من أنواع الحيوات اللبن اللي هي منتجة للألباء في عندي سلالة خليطة ودي بلاحظها في حيوانات اللي هي موجودة عندي في مصر بلاحظ أن السلالة اللي موجودة عندي في مصر من الأبقار اللي هي المشاية المصرية سلالات خليطة يعني لا تنتمي إلى نوع معين في الأصل موجود فيها اللي هو الأصل الأبقار المحلية الموجود ثم أصل أي نوع من أنواع الأبقار اللي ما حدث بهت عملية تدريج لهذه السلالة يعني عملية الخلطة عن طريق عملية التلقية ممكن يكون حصل تلقيح وإخصاب مع عجلات أو مع عجول من السويسل البوني ممكن يكون حصل تلقيح وإخصاب مع حيوانات اللي هو الهولوشتاين ممكن يكون حصل تلقيح الحيوانات المصرية مع حيوانات اللي هي الفريزير في اللحظة دي بقول عليه سلالة خليطة هي أمر تفع في إنتاجها عن الأبقار المصرية بس غير منتمية إلى النوع اللي هو الأصيل أو المتخصص في إنتاج اللبن زي الهولوشتاين أو زي البرون سويس أو زي السيمينتال أو زي أنواع حيوانات اللبن اللبن اللي هي موجودة عندي في مصر بالتالي بقول عليها سلالة خليطة في سلالة فرزة يعني إيه سلالة فرزة هذه الحيوانات غير خليطة تمتلك معظم صفات النوع أو حيوانات بها صفات غير مرغوبة يعني حيوانات فرزة عامل زي إيه زي ما عندك إنت نوع معين من الأصناف وإنت بتفرز من هذا النوع اللي هو الردية يبقى إذن معنى هذا أنه سلالة فرزة غير منتمية إلى نوع معين من داخل السلالة ممكن تكون أبقار أجنبية زي الهولوشتاين مع الأبقار المصرية اللي هي اللي عندي الأبقار المحلية زاد الأبقار اللي هي الجيرسي يبقى في اللحظة دي بقولوا عليها سلالة فرزة في اللحظة دي بيحدث تدني أو الخفاض في الكفاءة الانتاجية لهذه السلالة أو لو أنا زوجت الأبقار المصرية اللي هي موجودة عندي مع أبقار مصرية بنلاحظ أن في عندي سلالات فرزة يعني سلالات غير منتمية للنوع في إنتاجها منخفض أو متدني من اللبن لو أنا هقسم تبقى للاستعمال في عندي ماشية اللبن الأصيلة أو المتخصصة في إنتاج اللبن مثل إيه بقى؟ زي الهولستين أو الهولشتايد زايد الفرزية زايد الآيرشاير زايد الجيرسي زايد الجيرنس دي كلها سلالات أو البرون سويس دي سلالات أصيلة متخصصة في إنتاج اللبن في عندي ماشية سنائية الغرض طالما استتركنا ماشية سنائية الغرض يبقى جسمها أو تكوينها البنياني أكبر من ماشية اللبن المتخصصة في إنتاج اللبن زي منها إيه؟ السمنتال عند البرون فيه عند الشورت هورن عند البنزا جاور عند الديفون عند الريديول دي كلها أنواع أو سلالات سنائية الغرض بتديني إنتاج عالي من اللبن ثم إنتاج عالي من اللحم فيه تركيب هذه السلالة هي تركيبها البنياني كده سلالة بتخصصة أو سنائية سنائية الغرض عندها استعداد أو عندها تركيبة وراصية في إنتاج اللبن وفي نفس الوقت تركيبة وراصية في إنتاج اللحم فبيطلق عليها سلالة سنائية الغرض فيه اعتبارات براعيها عند تكوين سلالات ماشية اللبن أو عند اختيار سلالات ماشية اللبن يعني إيه؟ لازم راعة في اعتبار الاختيار السليم لماشية اللبن عشان أضمن استمرارية عالية من إنتاج الألبان عندي في داخل المزرعة يبقى أول هدف أو أول اعتبار براعيه الطريقة الصحيحة اللي أنا هابدأ أختار بها حيوان اللبن فالاختيار هو الطريق الصحيح اللي حيوصلني إلى إنتاج عالي من اللبن اختيار فيه؟ اختيار في منشأ السلالة هل السلالة دية هدى يقدر تشتغل معايا عندي أو تقدر تتلائم مع الظروف البيئية اللي هي موجودة؟ لأن احنا قلنا أن أفضل التراكيب الوراسية لن تؤدي إلى أحسن النتائج في القطعان إلا إذا توفرت الظروف البيئية حتى يمكن للتراكيب الوراسية أن تظهر مدى إمكانياتها بالنسبة للفرد بمعنى إيه الكلام ده؟ أنا عندي حيوان بيديني حوالي 3000 أو 4000 كيلو لبن فيه خلال الموسم الحلب بتاعه لو هذا الحيوان جبته وربطه عندي في داخل مصر هنا عندي فبلاحظ إيه؟ بلاحظ أن إنتاجه بدأ متدني إيه اللي اختلف عندي هنا؟ اللي اختلف الظروف البيئية من درجة حرارة من أسلوب التغذية من أسلوب رعاية كل مستلزمات الإنتاج اختلفت معايا عشان خاطر أن أوصل هذا الحيوان إلى إنتاجه المتزن من اللبن اللي هو 3000 أو 4000 كيلو لبن عندي ففي بعض الاعتبارات براعيها براعي مصدر هذه السلالة براعي التأقلم لهذه السلالة هل السلالة دي تقدر تتأقلم عندي في الظروف المصرية؟ هل السلالة دي منتشرة؟ أشوف درجة انتشار هذه السلالة إذا ما عرفت من درجة انتشار السلالة إذا السلالة دي ممتازة في إنتاجها لعالم اللبن يبقى أنا أقدر أحصل عليها وربيها عندي يبقى مش أي سلالة بربيها بشوف مدى انتشار هذه السلالة بشوف طريقة التربية لهذه السلالة بشوف الغرض الإنتاجي وما أقدر أقول الغرض الإنتاجي هل قلت لسعدتك عندي فيه نوعية فيه ماشية متخصصة لإنتاج اللبن زي الهولوشتين والفريزر وفيه ماشية سنائية الغرض طيب أنا عندي داخل المزرعة داخل المزرعة عندي أنا هربي بغرض إنتاج إيه إنتاج لبن أو إنتاج لح يبقى دي من ضمن الأسس اللي أنا براعيها عند اختيار أو عند تكوين حيوانات اللبن في داخل المزرعة كذلك فيه تفضيل الشخص بالنسبة للمربي يعني الحيوان ده هو مرغوب بالنسبة للمربي أو غير مرغوب بالنسبة للمربي في كل مربي له تركيبة وراثية أو له شكل معين بالنسبة للحيوان يقدر يتأقلم داخل المزرعة او يقدر ان هو يربيه داخل الاحواش اللي هو موجودة او داخل حجرات التربية في داخل المزرعة. يبقى اذا الان التفضيل الشخصي بالنسبة للحيوانات اللي موجودة اذا فيه عندي مجموعة من الاعتبارات بحطها في دماغي او بضعها في موضع الاعتبار عند تأسيس حيوانات اللبن او اختيار حيوانات اللبن. المصدر هناخد بقى معيار معيار ونقدر نفسر هذا المعيار. المصدر يجب على المرب ان هو يحدد مصدر شراء هذا الحيوان. هل الحيوان ده هو سمعته جيدة فيه المنطقة? يبقى انا اذا هو حدد الحيوان او حدد مكان الحيوان مصدر الشراء بتاع هذا الحيوان. ثم التأقلم بالنسبة لهذا الحيوان يعني مدى تأقلم هذا الحيوان? من حيث المناخ? انا قلتلك عندي فيه تأسيس المزرعة او فيه اللي هو النظام الاسكان بتاع المزرعة? فيه ماشية المناطق الباردة? او ان انا بربي فيه منطقة جفة? او بربي فيه منطقة معتدلة? يبقى انا اشوف الكلام ده كله عند اختيار هذه الحيوانات? او تأقلم هذا الحيوان مع الظروف البيئية الموجودة. كذلك الانتشار. انتشار السلالة دي في المنطقة. هل السلالة دي تمنتشرة في المنطقة? فيه ناس كتير بيتربيها? يبقى اذا انا اخدها هذه السلالة وربيها عندي في داخل المزرعة من سمعة هذه السلالة. كذلك طريقة التربية. طريقة التربية برضو عامل مهم جدا. بوضع في اعتباري مجأسس قطيع من كتعان الالباب. اشوف الغرض الانتاجي. يعني ايه الغرض الانتاج? الغرض الانتاجي ان لازم الماشية دي تكون متخصصة لان انا هربي ماشية الانتاج لبن. انا عايز لبن. مش عايز حيوان يديني الف كيلو والف ومتين كيلو والفين كيلو. لا انا عايز حيوان. بيديني تلات تلاف واربع تلاف وخمس تلاف كيلو لبن خلال 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 الموسم او خلال السامة. يبقى انا اجيب هذا الحيوان واحصل عليه وربيه ودخله داخل المزرعة وحسن به السلالة اللي هي موجودة داخل القطيع الموجودة عند. ايضا التفضيل الشخص بالنسبة المراب هو يرغب حيوان لونه ايه? ابيض في احمر او ابيض في سود او لونه اصفر او لونه كريمي حسب انواع الحيوانات اللي احنا هنشرحها لك كمان شوي. كذلك في عندي مصدر الشرع. انا عرفت بقى الاعتبارات وحطت في دماغ الاعتبارات اللي انا براعيها قبل تكوين السلالة او قبل تكوين الحيوانات في داخل المزرعة. طيب الحيوانات ديت هجيبها من ايه? مصدر الشرع الحيوانات دي من ايه? انا عندي تلات اماكن ليه شرع الحيوانات او اربع اماكن بالنسبة لشير الحيوانات بصفة عامة. من ضمن هذه المصادر عندي الاسواق العامة. يبقى في عندي السوق اقدر اشتري منه هذه السلالة. انا حطت في اعتباري شكل هذا الحيوان شكل اللي هو النموذجي لهذا الحيوان. الصفات الشكلية لهذا الحيوان. والصفات الانتاجية. هل الكلام ده هو موجود عندي في الاسواق? طيب انا بنزل السوق بلاقي الصفات الشكلية اللي بتوصف لي شكل الحيوان ان ده حيوان لبن. لكن غير موجود في السوق شكل السفات الانتاجية او كمية انتاج اللبن فبنتقل الى مصدر تاني من عند المربين او من عند المجاورين اللي هم موجودين عندي انا صاحب مزرعة موجود في عندي مزرعة تانية جيدة دي السمعة بنزل هذه المزرعة واقدر اشوف لهذه الحيوانات دي موجودة اللي هو انا حطت في اعتباري ان ده حيوان عالي في انتاج اللبن يبقى انا ببيزه صفات شكلية وصفات انتاجية وبقدر احصل على هذا الحيوان من عند المربي اللي هو موجود عنده وحنقول لك ازاي تشتري هذا الحيوان من عند المربيين المجورين في مصدر تاني في مصدر تاني لشير الحيوانات من الهيئات او المؤسسات الحكومية اللي هي موجودة سواء كانت حيئات زي محطات البحوث اللي هي موجودة او اللي هي منتشرة فيها على مستوى الجمهورية او المؤسسات الحكومية زي الجماعات وزي مراكز البحوث العلمية وزي البدارس الزراعية دي كلها مؤسسات اقدر من خلالها ان انا اشتري حيوان اللبن لان انا عارف التركيبة الوراسية لهذه الحيوان عارف صفاته الشكلية عارف صفاته الانتاجية فدي موجود في الهيئات والمؤسسات الحكومية لان في عندها تسجيل وسجلات وفي عندها عملية تحسين لهذه السؤولات في مصدر تالي من ضمن المصادر ممكن اشتري الحيوانات من عن طريق الاستيراد من الخارج يبقى دول اربع اماكن ليشيرها هذه الحيوانات تبقى لو عندي عايز ربي قطيع في داخل المزرعة وعايز حسن القطيع داخل المزرعة بدل ما اشتري الحيوان من الخارج او اشتري السلالة من الخارج بجيب تلقيح صناعي لسلالة معينة معروفة ذات اصل وذات نسب وبحسن بها هذه الحيوانات بدل ما اشتري وحمل تكلفة نقل هذا الحيوان او التكلفة المالية للحيوانات يبقى دول اربع اماكن اللي انا بشتري منهم الحيوانات الاسواق العامة بيكون على اساس شكل ظاهري فقط وليس على اساس سجلالة لان الاسواق مش موجودة غير موجود فيها السجلالة المربين المجورين بلاحظ ان في بعض المربين او بعد من يرغب فيه الانتاج الحيواني بيشتري الحيوانات من عند الفلاح اللي هو جنبه او من عند التاجر اللي هو موجود بس بيشتريه على اساس معين وده اللي هلقوه الهولك كمان شوية ازاي يشتري من عند المربي اللي هو موجود بجانب المزرعة في عندي تامية الهيئات والمؤسسات الحكومية يعني ايه الهيئات والمؤسسات الحكومية هذه الهيئات والمؤسسات الحكومية دي بتشتغل في مجال تربية الحيوان وبتوفر فيها السجلات عشان اقدر اشوف او اميز الصفات الانتاجية لهذه الحيوانات واقدر اعتمد من خلال السجلات على سمن هذا الحيوان واقدر اقدر كيمة هذا الحيوان او عن طريق الاستيراد من الخارج وباستورد الماشية ممكن استورد عجلات صغيرة ممكن استورد عجلات عشار ممكن استورد ابقار والدة يعني افضل حاجة من الاشتراك من الخارج اللي هو السائل المنوي عشان يوفر تكلفة هذه النقل هذه الحيوانات وابدأ احسن الحيوانات اللي هي موجودة اذا كان المربي قادر ان هو يشتري الحيوانات دي من الخارج ما فيش منع لانه عنده المقدرة هيشتري الحيوانات او يشتري العجلات الحامل من الخارج بس بيعمل لها طريقة اللي هو بيعمل لها عن طريق الحجر الصحي او الحجر البيطاري في داخل المحطات اللي هي موجودة عشان يقدر يدخل الحيوانات دي قبل دخولها لداخل المزرعة اللي هي موجودة عنده انه بيكشف عليها ظاهريا من حيث يشوف عندها امراض او عندها اي نوع من اوام المكروبات عشان ما دخلهاش على داخل القطيع اللي هو موجود عنده طيب فيه طريقة اخرى اللي هي طريقة الحلاب اللي هو طريقة الزراة اللي ما قلت لك انا من ضم مصادر شراء الحيوانات من عند المربين المجورين طيب حيشتري من عند المرب المجوري ازاي هذه الطريقة ايه اللي بيحصل بيقوله ان انا عندي حيوان بيديني 3000 او 4000 كيلو طيب انا ما شفتش ان هو بيديني 3000 الا 4000 كيلو فممكن يقوله الحيوان ده بيديني 10 كيلو لبن في اليوم المستثمر او المربي بياخد هذا الحيوان من عند التاجر على اساس نظم معين ايه هو ان هو بيقوله بيدينا 10 كيلو لبن في اليوم فبيقدر بيقدر العشرة كيلو لبن في متوسط الحال بيبقى مثلا بيديني 3000 كيلو خلال موسم السنة او خلال موسم الحال فبياخد هذا الحيوان ويوكله عنده مقابل ان هو بياخد اللبن لحد ما يعرف ان كيمة انتاجية لان المربي ما عنده السجلات موجودة عنده فبالتالي بياخد اللبن وبيختبر هذا الحيوان بيختبره ايه هو شاف صفاته الشكلية حلو الجسم المسلسي الاوردة اللبنية موجودة الدرع منتظم الدرع سواء كان درع بندولي او درع الكاسي او الدرع المطابق للموسك حيوان لبن سواء لو زارت من جانب الحيوان اللبن بلاقي الجانب المسلسي او من الاعلى بلاقي الجانب المسلسي او من الخلف بلاقي الجانب المسلسي كده دي كلها صفات شكلية لحيوان اللبن والعروق اللبنية موجودة لكن هو عايز يميز الصفات الانتاجية لهذا الحيوان اما يجي يميز صفات الانتاجية لهذا الحيوان بيحلب هذا الحيوان مقابل ان هو بيغزي هذا الحيوان مدة اسبوع بعد الأسبوع بيتفق على سعر كيلو اللبن وبيقدر تمن هذا الحيوان ويدرب عدد كيلو اللبن في جملة إنتاج هذا الحيوان يبقى كده هو يدر أنه يميز هذا الحيوان عن طريق الصفات الإنتاجية لحيوان اللبن ففي خصائص أو مواصفات شكلية من خلالها أقدر أشخص أو أميز أو أوصف حيوان اللبن أوصف حيوان اللبن من حيث في عندي مسلس خلفي في عندي مسلس علوي في عندي مسلس جانبي القاعدة المسلس الخلفي بتكون ناحية كمة الزيل وقاعدة المسلس أسفل درعة هذا الحيوان من الخلف لكن لو نظرت لهذا الحيوان من حيث المسلس العلوي بلاحظ أن كمة المسلس عند الكتف ومهاية قاعدة المسلس عند الحركفتين أعلى منطقة الفخز ده المسلس العلوي لكن المسلس الجانبي بلاحظ المسلس الجانبي لهذا الحيوان عند مقدمة رأس الحيوان وقعدة هذا المسلس نهاية مؤخرة هذا الحيوان يبقى دي كلها الاشكال المسلسية بالنسبة له حيوان اللبن لكن هناك مواصفات كياسية بستدل من خلالها ان ده حيوان لبن من حيث ايه ان حافل عامة لحيوان اللبن حيوان اللبن بصفة عامة بلاحظوا انه حيوان نحيف يعني ايه انه هو غرضه الانتاجي انه هو بيطلع لبن مش غرضه الانتاجي انه هو بيطلع حيوان تسمين يبقى جسمه مكنس باللح لحيوان اللبن حيوان نحيف بيتميز به النحافة بصفة عامة بعكس حيوان اللبن لكنه ما جاء قسم جسم هذا الحيوان او جسم ماشية الالبان بصفة عامة بقسمها الى كذا منطقة حوالي اربع مناطق منطقة الرأس منطقة الارباع الامامية منطقة البطن منطقة الارباع الخلفية كل منطقة لها شكل معين او صفة معينة من خلالها بقدر اميز الزوايا الموجودة او الاشكال اللي هو المسلسية لحيوان اللبن واقدر اقول ان ده حيوان اللبن اللي موجود عندي فوضوح وبروز الاعضاء المسؤولة عن انتاج اللبن ايه الاعضاء المسؤولة الاعضاء المباشرة زي ايه زي الاوردة اللبنية بلاحظ ان فيه تعريق على درع هذا الحيوان انا ببيز حيوان اللبن منحس فات شكلية ان الدرع موجود الدرع ليه الاربع حلامات اربع حلامات منتصبة زي الاوردة اللبنية على الحلامات موجودة على الدرع الخارجي من البرة في عندي وريد اللبن اللي هو بيمتد من اول الدرع الى مقدمة هذا الحيوان لو لقيت عرق اللبن ده موجود ومنتفخ اقدر من خلاله اميز ان ده حيوان اللبن زائد النحافة اللي بتميز بيها حيوان اللبن لكن في خصائص لسلالات بقى ماشية اللبن بصفة عامة ايه هي الخصائص لو مسكت حيوان حيوان من حيوان اللبن واقدر اميز الصفات الشكلية لهذا الحيوان زي الفريزين الاوروبي اللي هو موجود عندي بلاحظ ان اللون اسود فابيض بالتبادل من الرأس حتى مؤخرة هذا الحيوان ولكن هناك حيوانات بتتميز باللون الاحمر من الابقار الفريزين الاحمر اللي هو موجود احمر فابيض له كما عيد بيبقى له خاصية معينة وخاصية اللون الاحمر دي بتبقى صفة متنحية في حيوان اللبن الشكل والحجم والوزن طالما قال هنا الشكل والحجم والوزن معنى ذلك ان فيه صفات شكلية لهذا الحيوان وفيه صفات انتاجية اللي هي تتمثل في الحجم تتمثل في وزن المولود الوحدث الولاذة تتمثل في وزن البكرة تتمثل في وزن الطر اللي هو موجود تتمثل في كمية انتاج هذا الحيوان من اللبن كل دي بسميها صفات انتاجية لحيوان اللبت لكن في صفات شكلية اللي هي اللون وجود القرون هل الحيوان ده هو مرتفع القامة هل الحيوان ده هو محيف دي كلها صفات شكلية من خلالها اللي انا قلتلك عليها قبل كده اسمها صفات وصفية ودي بتتأثر بعدد قليل من الجينات لكن الصفات الكمية الانتاجية بتتأثر بعدد كبير من الجينات الوراثية او من التركيبة الوراثية لحيوان اللبت فبلاحظ ايه ان الشكل والحجم والوزن حيوان كبير الحجم اللي هو الفريزيان قوي المظهر شكل الدرع ليس نموذجي في كثير من الابقار لان ساعته لا تدنيها اي سلالة اخرى يعني ما فيه سلالة اخرى بتقدر تتميز خاصة الابقار المصرية عن حيوان اللي هو الفريزيان متوسط وزن العجول عند الولادة يعني دي صفة انتاجية بلاقيه حوالي اربعين كيلو جرام البكرة الناديجة بلاحظها انها ستمائة كيلو جرام الصور الناديج لو ذكر التربية بلاحظ انها تمنمائة كيلو جرام دي كلها صفات كمية انتاجية نسبة الدهن تلاتة ونص الى اربعة في المية عشان كده في بداية الحلقة او في الحلقة الماضية قلتلك ان نسبة الدهن او نسبة الماء في اللبن الجاموسي اعلى من الماء فبلاحظ ان هو ثقيل الوزن اما بالابكار الاجنبية اللي هي موجودة بلاحظ ان نسبة الدهن من تلاتة الاربعة في المية يبقى نسبة الماء حوالي سبعة وثمانين في المية لكن نسبة الماء في الجاموس بلقيها حوالي اربعة وثمانين في المية عشان كيف نقول اللبن البقري بنلاحظه ان هو خفيف يعني مشتقيل زي لبن الجاموس سفات الخزب دي كلها سفات انتاجية العمر عند اول وضع 29 الى 31 شهر يعني ايه العمر عند اول وضع نفترض ان في عندي اجلة موجودة صغيرة او بقرة صغيرة لسه مولودة تقعد قد ايه لحد ما توضع لي اول مولود تقعد عندي 29 الى 31 شهر ده اسمه العمر عند اول وضع طيب الفترة بين الولدتين يعني ايه الفترة بين الولدتين الفترة بين الولادة الاولى ثم الولادة الثانية قد ايه 309 يوم بيتخلل هذه الفترة موسم حلب بيتخلل موسم تلقيح واخصاب بيتتخلل في هذه الفترة عمر الحمل اللي هي موجود بيدي بنقول عليها الفترة بين الولدتين بين الولادة الاولى الى الولادة الثانية بيلاقيها حوالي 309 يوم كذلك فيه ايه تاين بلاحظ ان طول موسم الاضرار 305 يوم الفترة بين الولادتين 370 يوم زائد ان طول موسم الاضرار 305 يوم زائد ان فيه فترة جفاف بين ايه بين الفترة بين الولادتين الى 370 من الـ 305 الفترة دي اسمها شهرين اسمها 60 يوم او 70 يوم اللي هي فترة جفاف يعني الحيوان بيقدر يخزن مجهود على جسمه او بيخزن اكل على جسمه او بيخزن للجنين اللي هو موجود عشان يتغزى عليه ويبدأ ان هو عملية استرخاء او تنشيط او تجديد للاوردة اللبنية في داخل جسم هذا الحيوان عشان يقدر يعيد اتزانه الى موسم الحلب التاني الفترة دي بقول عليها فترة جفاف من الـ 370 يوم الى 305 يوم حوالي 60 الى 70 يوم دي فترة جفاف ولازم اكبر الماشية الاجنبية المتخصصة لانتاج اللبن الى فترة الجفاف لو لم يتم اجبار هذه الماشية الى فترة الجفاف هيحدث انتاج لبن متوسط باستمرار لحد الموسم التاني وبالتالي هيقل انتاج اللبن في الموسم التالي ليه؟ لان الحيوان ما خادش فترة رست عشان يقدر يستعيد نشاطه الفيسيولوجي اللي هو التركيبة الفيسيولوجية من حيث الاوريدة اللبنية موجودة من حيث الضرع اللي هو موجود فترة استرخاء عشان يقدر يستعيد نشاطه الى موسم الحلب التالي اللي هي بنقول عليها فترة جفاف يبقى فترة جفاف بتبدأ بانتهاء موسم الحلب وتنتهي بابتداء الولادة التالية الفترة دي بنقول عليها اسمها فترة الجفاف وبلحظها في المشاة دي ستين الى سبعين يوم ساعات في بعض الاحيان المشاة المحلية زي الابقار المحلية بتطول فترة الجفاف عن خمسة الى ست شهور ودي صفة وراثية موجودة فيها وخاصة في الجاموس المصري اللي هي موجود وبالتالي فبيظهر ظاهرة التفويت في الجاموس المصري ودي بلاحظها حوالي 30% ودي اللي احنا هنشوفها فيما بعد كذلك في ايه عندي تاني الهولوشتاين النوع بتاني من الحيوانات اللي هي الموجودة عندي هنتكلمنا عن الفريزيان بنتكلم على الهولوشتاين او الهولستين سلالة اصبحت منفصلة تماما ودي نشأت في امريكا منفصلة عن صفاتها الوراثية عن الفريزيان الاوروبي هذه السلالة بتعتبر السلالة اصيلة وكبيرة فيها الحجم واسكل في الوزن من سلالة الفريزيان متوسط وزن العجل او العجل عند الولادة 40 ل 45 كيلو جراب احنا قلنا في الفريزيان حوالي 40 كيلو جراب يعني عجل لسه مولود خدت هذا المولود وضعته على الميزان او وزنته بلاقيها 40 ل 45 كيلو جراب يبقى متوسط الوزن اسكل من الفريزيان البعرة الناضجة بلاقيها 700 كيلو جرام بعكس الفريزيان كان حوالي 600 كيلو جراب السور الناضج 1000 كيلو جراب متوسط انتاج هذا الحيوان من اللبن 9 طن لبن لكن كان متوسط انتاج الفريزيان من 3 الى 4 طن او 5 طن تخيل انا عندك ان فيه حيوان بيعطيني 9 9 طن لبن خلال هذا الموسب يبقى لازم الحيوان ده اوفر له جميع الظروف البيئية او الرعاية الصحية او الرعاية البيطرية او بلسلزمات الانتاج او الرعاية بصفة عامة عشان يقدر هذا الحيوان يظهر التركيب الوراثية عشان كده بنقول اما جلنا اخترنا في السلالة بنقول ماذا تأقلم هذه السلالة في المنطقة ممكن هذا الحيوان بيعطيني فيه مكان انتاجه او مكان تربيته او مكان استئناسه 9 طن لبن لكن اما داخل عندي في السلالة هنا داخل عندي مصر بيديني 3 طن او 4 طن اللي اختلف هنا اختلف الظروف البيئية فعشان كده بنقول لساعدتك ان افضل التركيب الوراثية لن تؤدي الى احسن الانتاج في القطعان الا اذا توفرت الظروف البيئية حتى يمكن للتركيب الوراثية ازهار مدى امكانياتها الوراثية لدى الفرض اللي هو موجود داخل المزرعة فمتوسط انتاج اللبن عندي في اللهولشتاين 9 طن لبن عند كم يوم عند 305 يوم نسبة الدغن 3 و 7 من 10 مش هيختلف كثيرا عن نسبة الدغن في ابكار الفريزيان وده اعلى انتاج من السلالات الماشية اللي موجودة حاليا في العالم الزكور هذه النوع بيستعمل في تدريج الفريزيان يعني تحسين الفريزيان اللي هو موجود عن طريق استعمال السائل المنوي اللي هو موجود عشان يقدر يرفع الكفاءة الانتاجية لسلالة الفريزيان اللي موجودة عندي في عندي نوع اخر من السلالات وهو السلالة الالمانية هي السلالة الالمانية عندي البرون في او البرون سويس دي كلها سلالات نشأت في المانيا او نشأت في سويسرا هذا النوع من السلالات بتميز انه لونه بني فاتح في الاناس وغامق هذا اللون في الزكور وبواحز ان نحاول المخطم بلاقي اللون فاتح ده في سلالة البرون فيه الشكل والحجم طالما استطلقنا كلمة الشكل خلاص احنا كده فهمنا انه بميز لحوالي صفات شكلية وصفات انتاجي فحجم هذه السلالة وزن العجول من 40 ل 45 كيلو جرام البجرة النادقة 450 كيلو جرام الصور النادق 1000 الى 1200 كيلو جرام زبائح هذا النوع مرتفعة في نسبة التصافي لان ده من نوع السناء الغرض لانتاج لبن وانتاج اللحم عشان كده تكوين البنيانة عالي فبيعطيني انتاج عالي من اللحم انتاج اللبن 4600 كيلو جرام نسبة الدهن 4% فبيعطيني انتاج من اللبن 4600 كيلو جرام بعكس الهولوشتين كان بيديني 9 طن لبن لان السلالة ديت اسف دخل معاها سلالة اخرى وميزت هذه السلالة في الانتاج العالي من اللحم فأثر على نسبة اللبن لهذه السلالة صفات الخزب بلاقيه ابطأ عنواع صفات الخزب انه بيحدث عند عمر اول وضع للسلالة عند 34 شهر من اول يوم يتولد لحد ما يعيد دورة الحياة تاني حمل وتلقيح وحمل واخصاب وولادة عند 34 شهر يبقى اقدر اقدر عمر الحيوان وميز هذا الحيوان في نوع اخر من الحيوانات وهو البيراون سويس البيراون سويس دي سلالة امريكية انتجه من اللبن حوالي 6 طن لبن عند كم يوم عند 305 يوم المقسم 305 يوم على عدد الاشهر الليوم موجودة معنا وعلى الشهر بلاحظ ان هو حوالي 10 تشهر يبقى ما فيه عندي شهرين اللي هم فطرة جفاف لهذا الحيوان اللي هي من 60 الى 70 يوم نسبة دهنة هذا الحيوان 4% تب لون اللبن بلاقيه لونه اللبن ابيض يبقى اذا من الصفات الشكلية او من الصفات الانتاجية قدر تميز السوريات عن بعضها البعض وزن الميلاد او وزن العيج اللي عندي الميلاد في جنوب انجلترا وده مشتهر جدا وبيتح اشتركوا في القناة